بسم الله الرحمن الرحيم يوم جديد في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اليوم هو اليوم الثالث بالأمس شهدنا زحاما كثيفا في كافة اللجان بطول البلاد وعرضها اليوم الازدحام يتزايد المشهد الذي نراه الآن هم أبناء الجيزة الذين خرجوا منذ الصباح الباكر أمام اللجان الانتخابية ليدلوا بصوتهم أو بأصواتهم في هذا الاستفتاء طبعا الحشود دي كلها من المؤكد أنها راحة بدافع وطني صحيح أن فيه شركات وفيه رجال وفيه ناس وفيه قيادات وفيه أحزاب بتساعد في المشهد العام على أن الناس تخرج أو توفر وسيلة مواصلات كما هي العادة دائما في أي انتخابات إنما صدقوني الناس ما كانش ممكن تخرج إلا بدافع وطني الناس اللي بترفع على مصر بتحب البلد مش طلعة عشان فلان قال لها اطلعي أو ما تطلعيش لا تطلع بوازع من ضميرة بدليل أن فيه ناس خرجت مبارح وراحت وطلعوا وعملوا البتاع بتاعتهم وقالوا احنا قلنا لا ما حتش قال لهم حاجة من حق كل واحد مصري أن يقول آه ويقول لا ومن حق كل واحد مصري أن يروح يدلب صوته بدون أي تأثير خارج عليه بأي حاجة بأي شكل بأي اسلوب ده إذا كنا احنا بنحترم نفسنا واحترمنا نفسنا يعني أن المواطن حر في صوته وإحنا بنشوف المشاهد شكلها ازاي بنشوف المواطنين في مناطق عديدة شكلها ازاي بعض الناس بيقول لك والله فيه كراتين بتتوزع ولا غيره ولا غيره كل واحد مسؤول عن كلامه لكن أنا عندي بلدي المعنى قنى وبقولها علنا والناس سمعاني فيش كرتورة واحدة توزعت فيش حد الدميزة واحدة والناس بتتدفق على اللجنة وقس على ذلك كثيرا البعض يحاول دائما أن يلقي بالسواد على المشهد الجميل مشهد المصريين المصري ما بيرتشيش إذا كان حد بيتبرع بحاجة ولا غيره ولا غيره مسألة عادية أو غيرها يعني إنما في الإطار العام تخبات الاستفتاءات دائما يجب أن تكون نزيها بعيدة عن أي أسليب من هنا أو من هناك المشهد اللي إحنا شايفينه دي الناس اللي إحنا شايفينها دي ناس محترمة طلع تقول ورفع الشعرات نعم نعم لبلدي نعم لوطني القضية مش قضية إن أنا بوافق على كذا أو برفض كذا القضية للي مش عايز تفهم بره وجوه القضية قضية وطني الآن ممكن فيه مواد أنا ممكن ما وفقش عليها أنت ما توفقش عليها عادي بس القضية قضية وطن كيف ننجو بهذا الوطن كيف نتقدم إلى الأمام كيف نعيد صياغة بعض المواد الدستورية اللي تواجدت في إطار دستور انتقالي كان واقع تحت ضغط ثقوي وسياسي من كثيرة مش عايزين نفتحها إنما إحنا الآن في مرحلة جديدة مرحلة مهمة في ترخ بلدنا مش بالضرورة تبقى موافق 100% مش بالضرورة أبدا لكن بالتأكيد بالضرورة إنك تكون عايز البلد تعدي حتى لو جواك رفض نشيء معين أو مادة معينة أو غيره بلد دي لما بتعدل قدام انت ضامن مستقبلك مستقبل أولادك مستقبل أحفادك